تعمل الحكومة المقرة والجهات المعنية كافة على الإسراع في تنفيذ الأمر الملكي السامي بشأن مشروع تطوير مدينة المحرك والخطة المقررة لتطوير قصر الشيخ عيسى الكبير وجامع الشيخ عيسى بن علي الخليفة بما يحفظ هويتها الثقافية والتاريخية ويأتي هذا الأمر الملكي السامي في ظل اعتزاز مملكة البحرين بهويتها الوطنية وتاريخها العريق وطابعها المعمري المتميز لتبقى محفورة في ذاكرة الوطن وتعريف الأجيال القادمة بها ونوجه هنا بخطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وسنعمل في سياق ذلك على إحياء قصر عيسى الكبير الذي سنعتمده كأحد المقار الرئيسية لعملنا ومعها الأحياء المعروفة بمدينة المحرق التي نتطلع إلى عودة أهلها لها تكريما لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة أم المدن ومدينة العراقة والأصالة والتاريخ الممتد ضمن حضارة الوطن الذي نعتز ونفتخر به هذا ما قال جلالة الملك المعظم في مدينة المحرق التي كانت وما زالت شاهدة على الحقب المختلفة التي مرت بها البلاد في طريق مسيرتها الضافرة ونظرا لما تتمتع به هذه المدينة العريقة من إرث حضاري وتاريخ استثنائي ومكانة خاصة في قلوب أهل البحرين كافة جاء الأمر الملكي السامي خلال افتتاح دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس في الثامن من أكتوبر عام الفين وثلاثة وعشرين بوضع خطة عمل للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن المملكة لا سيما إحياء قصر عيسى الكبير والأحياء المعروفة في مدينة المحرق بهدف المحافظة على هذه الملامح التاريخية المحفوظة في ذاكرة الوطن وفور صدور الأمر الملكي السامي للعاهل المعظم سارعت الحكومة والجهات المعنية كافة في ترجمة الأمر الملكي السامي على أرض الواقع ففي الحادي عشر من أكتوبر من العام الماضي قام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى محافظة المحرق حيث قصر عيسى الكبير وبيوت المحرق التي تمتاز بطابعها المعماري الفريد وتم خلال الزيارة اطلاق خطة تطوير المدينة وتفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وترتكز خطة التطوير على خمسة محاور تشمل الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة المحرق وتوفير وحدات سكنية تلب تطلعات الأسرة البحرينية والحفاظ على المباني ذات القيمة التراثية وزيادة رقعة الخضراء في المنطقة وتنويع التشجير فيها إضافة إلى تطوير خدمة البنية التحتية والمرافق العامة وفي العشرين من أكتوبر الجاري اطلع جلالة الملك المعظم على المراحل المنجزة لمشروع تطوير مدينة المحرق والخطة المقررة لتطوير قصر الشيخ عيسى الكبير وجامع الشيخ عيسى بن علي الخليفة للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية في جميع مناطق البحرين حيث أشاد جلالته بجهود جميع الجهات المعنية التي تعملوا يدا بيد للإسراع في تنفيذ هذه الرؤية الملكية السامية في ظل احتزاز مملكة البحرين بتاريخها العريق ومعالمها التي تسرد حكاية وطن